يرعى أمير منطقة حائلة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم حفلة تدشين واجهة حائلة ترفيهية لتكون مقصدا سياحيا ترفيهيا لأهالي وزواري المنطقة لمعرفة المزيد حول هذا المشروع ينضم معنا من حائلة زميل سلطان الشعيب ألم بك سلطان مساء الخير لعلك تطلعنا على هذه الواهجة وأبرز ما تحتوي وباختصار سلطان أهلا بك أحمد و أهلا بك كافة مشاهدة قناة الإخبارية نعم في منطقة حائلة سوف يدشن بعد قليل إن شاء الله سمو أمير منطقة حائلة هذا المشروع الكبير الترفيهي لمنطقة حائلة مشروع حائلة الترفيهية أو واجهة حائلة الترفيهية ستكون مستقبل كبير للمستثمرين و أيضا فرص كبيرة لأبناء وبتل منطقة بالتوظيف أحمد نعم أحمد نعم سلطان فيما يتعلق أيضا بالإجراءات وأيضا أبرز الخدمات التي تقدم في هذه الواجهة أحمد للتعرف أكثر وأكثر حول هذا الموضوع لن أضيف الكثير ولكن سيضيف حول هذا الموضوع سعد أمين أمات منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راسل يحدثني أكثر حول هذا الموضوع ويضيف أكثر للمشروع سعد الأمين ألا نسمع بك معنا عبر الإخبارية السعودية في البداية نتحدث عن هذا المشروع الكبير ولا شك فرصة سانحة للرجال الأعمال و المستثمرين أن يكونوا في منطقة حائل و فرصة أيضا لأبناء وبتل منطقة فرص وظيفية أولا سيد أخي سلطان بتواجدكم في هذا الموقع اللي بيشرفه الصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد وتدشين الخدمات و المرافق في واجهة حائل الترفيهية هذه الواجهة اللي تبلغ مساحتها ثلاثة مليون متر مربع وتحتوي على ست مناطق موزعة المنطقة الأولى عبارة عن مركز معارض المتمرات و المنطقة الثانية هي منطقة السينما و الملاعب المفتوحة و المنطقة الثالثة هي بباران شالهات و منتجعات المنطقة الرابعة حديقة استثمارية مفتوحة تقريبا مساحتها ثمانمائة ألف متر مربع و هي ليها مجمع ملاهي كبير بالإضافة إلى المنطقة الرئيسية الأولى اللي على طريق مشار من منطقة تجارية و مركز المطاعم يتخلى لها هذه ست مراكز كافيهات و الموقع يحتوي على أكثر من 120 ألف متر مسطحات خضرة بالإضافة إلى مسارات للمشي و مضامير و أيضا مسارات للدراجات بطول ثمانية كيلو متر فهذه في مرحلة الأولى نتوقع أن نتوسع إن شاء الله في مضامير المشي و مسار الدراجات على كافة الأنشطة اللي بتنشأ أيضا هناك مقترح على هذه الجبال أنه يكون في تليفريك وتليفريك حيمر على كافة المدينة و ينتهي بالقرب من المركز الاحتفالي و نتوقع إن شاء الله أن هذه تكون حاضنة لرجال الأعمال اليوم تتشرف حايل بحضور 30 شخصية من الشخصيات الفاعلة في وطن الكريم للحضور و المشاركة في التعرف على المنتجات الاستثمارية في أمانة منطقة حايل أود أني أكد اليوم أن نعلن أنه خلال عام 2021 لدينا أكثر من مئة فرصة استثمارية فقط في الأمانة و الحمد لله نمت استثماراتنا بشكل جيد أكثر من 130% في مدينة حايل و إن شاء الله بقية مدو المنطقة تحتوح هذه الأمانة ختاما في هذا المكان الجميل أود أن أشكرك لضيق الوقت لديه ساعة الأمين ولكن مشروع كبير وجبار و زي ما ذكرت قبل قليل ساعة الأمين أنه فرصة استثمارية للرجال الأعمال ومستثمرين في منطقة حايل نحن الحقيقة ننتظر من الإعلام أنه يقدم هذه المنتجات إن شاء الله للمجتمع أنا أعتقد أن الإعلام هو الواجهة الحضارية المتميزة في وطن الكريم شكرا لك لها أخ سلطان شكرا لتلفزيون السعودي و إن شاء الله دائما نتقابل في خير شكرا حبيبي هذا كان لقاء سعاد الأمين المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رص أمين أمات منطقة حالة تحدث عن هذه الواجهة و جاءت حالة ترفية لتستقام زي ما ذكر على مساحة كبيرة في منتزه المغوات أو في موقع المغوات بين جبال أجا زميل أحمد ستكون وجهة كبيرة زي ما ذكرت في البداية أنها لزوار المنطقة وأهل المنطقة ستكون متنفس كبير لهم في هذا المكان أعطيك العافية سلطان الشعيب من حائل شكرا لك